اشتركوا في القناة 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 بعد عمل وطني ونضالي واعلامي مشرف وتقدم سيادته لذوي الفقيد واهله وجميع رفاقه بأحر التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته اشتركوا في القناة قد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نابول نابيل أبردينة قال أن التصريحات الأمريكية التي ادعت بأن سيد رئيس محمود عباس يعرقل السلام غير صحيحة على الإطلاق ومرفوضة خاصة وأن سيادته يكرر دائما أنه ملتزم بالسلام العادل على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن واعتراف العالم بدولة فلسطين بصفة مراقب على أساس حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها وضف أبردينة أن هذا ما أكدته مبادرة السلام العربية وعلى هذه الأسس انخرطت القيادة ومنذ اتفاق أوسلو على أساس حل الدولتين وبما فيها قرارات 2-4-2-3-3-8 كما أن الإدارات الأمريكية السابقة خرطت بمفاوضات على هذه القواعد وأكد أبردينة أن ما يعرقل عملية السلام هو استمرار الاحتلال استمرار النشاطات الاستيطانية الذي انتقادته كل الإدارات الأمريكية بما فيها إدارة رئيس دونالد ترامب أشدد أبردينة على أن السيد الرئيس ملتزم بالسلام ويرفض العنف والإرهاب مدعوما بقرارات المجالس الوطنية والقمم العربية وكذلك قرارات الشرعية الدولية ودعم القمة الإسلامية الأخيرة في اسطنبول الأمر الذي يؤكد على إجماع العالم على رفض هذه التوجهات التي لا تساعد على خلق مناخ ملائما لعملية السلام إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس سيزور الأسبوع المقبل مصر وإسرائيل دون زيارة الأراضي الفلسطينية ويأتي قرار بينس بعدم زيارة الأراضي الفلسطينية إثرى رفض السيد الرئيس محمود عباس استقباله على خلفية أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن القدس عاصمة لإسرائيل خطاب السيد الرئيس محمود القمة الإسلامية رسم سيادته من خلاله جزءا من ملامح المرحلة المقبلة للجوء إلى مؤسسات شرعية الدولية لتحقيق المطالب المحقة لشعبنا وذلك في ظل الانحياز التام لما كان يسمى رعي الأمريكي لعملية السلام لصالح الاحتلال ديانا في هذا الإطار فصائر العمل الوطني ثمنت وأجددت دعمها ومسردتها لما ورد في خطاب السيد الرئيس مؤكدة وقوفها خلفه لمواجهة قرار ترامب والمخاطر المحدقة بالقضية الوطنية بتفاصيلها كفا تفاصيل في تقرير حرون عميره ما أن انتهى السيد الرئيس محمود عباس من خطابه أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول حتى توالت ردود أفعال الفصائل الفلسطينية المراحبة به والداعمة له الفصائل اعتبرت أن الخطاب وضع خطة عمل شاملة لمواجهة القرار الأمريكي قبل أن يصبح واقعا على الأرض بالأمس الرئيس أبو مازن كان فارسا حقيقيا في هذه الأمة الإسلامية نعم عبر عن ما يجول في ذهن كل إنسان فلسطيني ما حصل بالأمس واضح تماما الآن علينا أن نصنع هذا الاستفاف خلف الرئيس أبو مازن ونصنع هذا الاستفاف في مواجهة هذا التحدي الكبير وأن نحافظ بشكل واضح على حالة الانسجام الداخلي الفصائل الفلسطينية أكدت على ضرورة عقد اجتماعات موسعة للهيئات والأطر القيادية بعد عودة السيد الرئيس إلى أرض الوطن لتأكيد الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصفية القضية الفلسطينية خطاب الرئيس مهم في سياق ما قامت به الولايات المتحرية الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإحتلال حسب ما أعلن رئيس ترامب وبالتالي هذا الأمر مرفوض تماما لذلك جاء قطاب الرئيس لرفض هذه القطوة والتأكيد على أهمية أن يكون هناك قطوات خلال الفترة القادمة سواء من خلال اجتماع المؤسسات الفلسطينية والقيادات أو من خلال التواصل من مجلس الدولي أو من ترتيب الوضع الداخل الفلسطيني ما في إنهاء انقسام واستعادة وحدة وطنية فلسطينية جدية تحمي سموة شعبنا الفلسطيني من الضروري بعد عودة الأخر الرئيس أن يصار بأسرع وقت ممكن إلى اجتماع الهيئات القيادية الفلسطينية المقررة اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية من أجل تحديد خطة العمل وجداول الزمنية المطلوبة لتنفيذ التوجهات التي تضمنها خطاب الأخر الرئيس الانضمام إلى المؤسسات الدولية التي كانت الولادة التحديد قد هددت بالانسحاب منها إذا انضمت إلى دولة فلسطين وشددت الفصائل على دعم جهود السيد الرئيس للتوجه إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة لإفشال القرار الأمريكي والمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وهو حق فلسطيني لا يمكن التنازل عنه ولا يقبل النقاش أو التأجيل ترحيب الفصائل الفلسطينية بخطاب السيد الرئيس أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي يدعم بقوة ما جاء في هذا الخطاب لإفشال القرار الأمريكي وفي الوقت ذاته يدعو إلى مزيد من التكاتف الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بمشروعنا الوطني هارون عمايري تلفزيون فلسطين شدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيد رئيس محمود عباس في إعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح وذلك وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الحمد الله بحث خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف في مكتبه برعم الله آخر التطورات السياسية والمصالحة الوطنية أشار الحمد الله إلى ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين على حدود عام سبعة وستين بعاصمتها القدس الشرقية إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرياً القرارات الصادرة عن الاجتماع الطار لمجلس وزراء جامعة الدول العربية القيمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس تكمل بعضها البعض أعقل شكري أن كل الجهود التي تبذل في هذا الصدد تصب في إطار حماية القدس والعمل على عدم تغيير هويتها أو وضعها القانوني قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفرية منصور إن جهوداً وتحركات دبلوماسية تبذل حالياً لاستصدار قرار يدين الإدارة الأمريكية على إعلانها بشأن مدينة القدس وضف منصور في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر تلفزيون فلسطين إنه انبثق عن اجتماع المندوبين العرب في الأمم المتحدة خطوات عملية من ضمنها العمل على إنجاز مشروع قرار يدين الولايات المتحدة الأمريكية على إعلانها بشأن القدس وضف منصور أنه بعد الانتهاء من مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار سيتم الانتقال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي نبلس أصيب عشرات المواطنين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرتين منددتين بإعلان ترامب شأن القدس إحدها قرب حاجز حوار جنوب نبلس والأخرى على أراضي النقورة شمال غرب المحافظة التفاصيل في تقرير بكر عبد الحق على أراضي بلدة النقورة شمال غرب نبلس المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال وبالقرب من مستوطنة شافي الشمرون المقامة عنوة على أراضي المواطنين خرجت هذه المسيرة الاحتجاجية على قرار ترامب ضد عاصمة فلسطين الأبدية بدعوة من لجنة التنصيق الفصائلي في محافظة نبلس وبمشاركة المئات من أبناء البلدة والقرى المجاورة نظمت هذه التظاهرة للتأكيد على استمرار الحراك الجماهري على الأرض الرافض لتمرير القرار الجائر بالتوازن مع حراك القيادة الدبلوماسي الرامي للضغط على الولايات المتحدة لسحب اعترافها ووقف إجراءاتها العبثية هذه رسالة الاحتجاجة الفلسطينية يجب أن ننقلها من داخل المدن الفلسطينية إلى الطرق الالتفافية وإلى مناطق جيم ونحن نقول هذه أرض فلسطينية ويجب أن دفعنا مثلها مثل الكرس وبالتالي في هبتنا هذه نريد أن ننقل الحراك من الشعبي السلمي من داخل المدن الفلسطينية إلى الشوارع الالتفافية لإغلاقها خطاب الرئيس بالأمس هو كان بمثابة خارط الطريق لانتفاضة شعبية وهبة جماهرية عالمة عمد للضفة الغربية ونحن في شمال غرب نابلس كرة شمال غرب نابلس بكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة نتصدى للاحتلال وكما تشاهدون الآن نقف على أبعد أمطار من جدار المستوطنة التي تقع على أراضينا التي اقتصبت أراضينا فهنا نقول للاحتلال إرحل ونقول لقرار ترامب قرارك لا يساوي الحبر الذي كتب به وعلى ميدان الشهداء وسط نابلس دعالت حناجر المواطنين الغاضبين بالهتاف ضد اعتراف ترامب بعاصمتهم المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال إذ انطلقت هذه التظاهرة الشبابية بدعوة من الحراك الشبابي من جامعة النجاح الوطنية للتأكيد على استمرارية الغضب الشعبي حتى إلغاء القرار نوجه رسالة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال إحنا مش عايشين على ردات فعل جيل الانتفاضة مش من اليوم بيقاوم مش من اليوم بيطلع مسيرات مش من اليوم بيطلع عمقات التماس إحنا من الـ 2010 بيطلع عمقات التماس من أول إضرابها الأسرة مش من اليوم ولليوم السابع يستمر مشهد المواجهة بين الشبان العزل وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح على حاجز حوار العسكري جنوب نابلس إلى جانب استمرار المواجهات على حاجز بيت فوليك العسكري إذ يسر المواطنون على استمرارية حالة الغضب التي يراهن الاحتلال على أنها لن تتعدى ردة فعل عابرة يتوالى الحراك الشعبي في مناطق مختلفة من محافظة نابلس من جنوبها لشمالها لشرقها لغربها إذانا باتساع رقعة الاحتجاج الجماهري تجاه القرار الأمريكي الجائر بحق عاصمة فلسطين في رسالة تحدي وتأكيد بأن القرار المشؤوم لن يمر مهما اشتدت يد البطش الاحتلالية من بلدة ناقورة شمال غرب نابلس بكر عبد الحق تلفزيون فلسطين في السياق ذاته وصيب عشرات الطلبة من جامعة فلسطين التقنية خضوري بطول كرم خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة وفعالية طلبية غاضبة خرجت تنديدا ورفضا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشأن القدس التفاصيل في تقرير التالي هذه الصورة لم تختلف منذ أيام في حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري بطول كرم فقوات الاحتلال تعتدي يوميا على المسيرة والفعاليات الطلبية والتي تنطلق من الجامعة للتعبير عن الغضب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد القدس المحتلة الجيش الصبح بيأتي على التل اللي هي خلف الجامعة الطلبة بنزله إدافة عن حرم جامعتهم كنابل غاز بتكون داخل الجامعة بنتهكوا حرم الجامعة بنتهكوا خصوصية الطلاب بنتهكوا حق التعليم وإحنا كطلبة في جامعة السنتقنية خضوري لن نعترف بأي قرار نحن نعترف في القدس عاصمة لفلسطين ومنلتزم بقرارات شرعية سيادة الرئيس محمود عباس على مدى عدة أيام أوقع جنود الاحتلال مئات الإصابة بصفوف طلبة خضوري والمواطنين الغاضبين على قرار ترمب ضد القدس المحتلة معظم تلك الإصابات كانت اختناقا بالغاز المسيل للدموع فيما لا زال جزء من الطلبة الجرحة بالرصاص الحي والمعدني يرقضون على سرير الشفاء بالمستشفيات الكل يدرك تماما أن الشعب الفلسطيني هب غاضبا نتيجة هذا الانتهاك الذي أصابنا والذي أصاب القدس تحديدا من قبل الرئيس الأمريكي وهذا الاحتلال الإسرائيلي هم لا يدركون قيمة القدس تقدم هؤلاء الشباب محتجين فواجههم رصاص وقنابل الجيش الإسرائيلي من ما أدى إلى هذه الإصابات نحن اليوم أتينا لزيارتهم حالة الغضب المتدحرجة في الشارع الفلسطينية على قرار ترمب تؤكد الموقفين الشعبي والرسمي بأن القدس المحتلة هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن خطوة الرئيس الأمريكي الأحادية مجحفة بحق أبناء شعبنا الذي يقف خلف قيادته ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس في مساعيها لوقف هذا القرار قمع قوات الاحتلال بشكل متواصل لطلبة خضور يزيدهم إسرارا على الاستمرار بالغضب تجاه قرار ترمب بشأن القدس المحتلة فدور الطلاب كان وما زال محوريا نحو الحرية والدولة إيهاد ضميري تلفزيون فلسطين من حرم جامعة خضور طول كرم إلى ذلك توصلت الفعلية المنددة بإعلان رئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس في محافظة الوطن كافة وفي مدينة القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على مواطنين خلال اعتصابهم في منطقة باب العمود تنديدا بإعلان ترمب بشأن القدس حيث وصيبت مرسلة تلفزيون فلسطين دانا أبو شمسية كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عقب الاعتداء عليهم تفاصيل أوفة يطلعون عليها ضيفنا الذي انضم علينا مباشرة من القدس المحتلة سيد ناصر قوس مدير نادي الأسير في المدينة المقدسة سيد قوس أهلا بك معنا ومساء الخير أهلا بك معنا في نشرة التاسعة كم عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ اعلان قرار ترمب وإلى ماذا يدلل ذلك يعني نحن نتحدث عن مدينة الكدس هناك أكثر من 250 معتقلا منذ أسبوع على احتجاجهم على قرار ترمب بضم الكدس أو بإعلان الكدس عاصمة لدولة إسرائيل هناك اعتصامات بشكل يومية منذ هذاك اليوم وحتى هذه اللحظة هناك الكل يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى مدينة الكدس لأن الكدس هي تمثل الروح والوجدان لكل فلسطيني وكل مقدس وكل عربي وكل مسلم وكل مسيحي في العالم نحن ندافع عن قرارنا نحن ندافع عن وجودنا نحن في هذه المدينة ولدنا فيها وسندافع عنها بكل الأسليب المتاحة لنا في مدينة الكدس من أجل إلغاء هذا القرار الباطل المجحف بحقنا كفلسطينيين وأن يكون أمريكا وترمب هي كانت الراعية لهذه العملية عملية السلام ولكن اليوم هي تنحاز كليا مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني فنحن سندافع عن قرارنا سندافع عن وجودنا كفلسطينيين وكماكدسيين في هذه المدينة والكدس ستبقى عاصمة الشعب الفلسطيني إن شاء الله ناصر منذ إعلان الرئيس الأمريكي هذا القرار المجحف والظالم ونحن نشهد تصعيدا تتزايد وطيرته كل يوم في العاصمة المحتلة سواء من خلال الاعتقالات أو الاعتداء على المسارات السلمية وأيضا كما شاهدنا اليوم الاعتداء أيضا على التواقم الصحفية ومراسلة تلفزيون فلسطين برأيك ما الذي يحاول نتنياهو إيصاله من خلال تكثيف هذه الاعتداءات بالتزامن مع هذا القرار يعني بالكدس أي حدث يحصل في مدينة الكدس ويوصل إلى كل العالم نحن نحيي ونقدر كل وسائل الإعلام في مدينة الكدس التي تنقل الصورة للعالم تنقل صورة الفلسطينيين الذين يحتجون على هذا القرار قرار ترامب وتنقل صورة الاحتلال وهو يقمع ويبطش بأبناء شعبنا هناك الاعتداء على النساء وعلى الأطفال وعلى الشيوخ وعلى الشباب واليوم شهدنا أيضا الاعتداء على الصحفيين وكانت مراسل التلفزيون فلسطين هي أحد المعتدين عليها وكان منذ أسبوع أيضا حتى هذا اللحظة كل يوم يكون هناك اعتداء على كل الصحفيين الذين ينقلون الصورة الحية بشكل يومي وما يحصل من اعتصامات في مدينة الكدس وخاصة في منطقة باب العمود الاحتلال لا يريد أن يرى هذه المظاهر الفلسطينية التي تثبت للعالم أجمع أن العاصمة هي عاصمة الشعب الفلسطيني والاحتلال لا يريد أن يري هذا العالم ما يحصل في مدينة الكدس نحن في مدينة الكدس سندافع عن هذا عن كدسيتنا عن المجد الأقصى عن كنيسة الكيامة لأنهم يمثلون الوجدان شكرا جزيلا بالسيد ناصر قوس مدير ناد الأسير في القدس على وجودك معنا شكرا جزيلا وفي المحافظات الجنوبية أصيب خمسة وعشرون شابا بالرصاص الحي والاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات منددة بإعلان ترامب مراسلون أفادوا أن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي اثنان منهم شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة فيما أصيب شاب شمال بلدة بيت حنون شمال القطاع ووصفت إصابته بالمتوسطة إلى جانب شابين خلال مواجهات مماثلة شهدتها منطقة شرق مدينة رفاح أعلن رؤساء البرلمانات العربية عن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة رعية للسلام ذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين اختيارها الواضح أن تكون طرفا خصما لا حكما كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام شمعهم الطارئ في الرباط لبحث إعلان ترامب بشان القدس أن إعلان ترامب باطل وغير قانوني معلنة وضع برنامج عمل للتحرك على المستويات السياسية والبرلمانية والقانونية والاقتصادية والإعلامية لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية البيان الشدد على ضرورة بدل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني لفلسطين في مدينة القدس كما طالب الحكومات والمؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عمليا أكدت الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أنها ستبدل كافة الجهود من أجل الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة مؤكدة تأييدها لخطوات القيادة الفلسطينية للوقوف لمواجهة إعلان ترامب بشأن القدس هذا وعقد رأساء طوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان قمة روحية أكدت أعلان ترامب بشأن القدس وفل انتهاكا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على حد سواء في الشرق الأوسط تفاصيل أوفة مع زين عبدالصمد تشكيل لجنة وزارية للعمل على تكريس القدس عاصمة لدولة فلسطين أبرز ما خرجت به الجلسة الحكومية التي عقدت في بعبدة برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل عونة ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور وزاري واسع اعتبر مجلس وزراء أن قرار الرئيس الأمريكي الأحادي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل لاغياً وباطلاً وفاقداً لشارية دولية كأنه لم يكن على ما ورد في مختلف القرارات الأممية والدولية الصادر عن الجميع العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدد الدولية بموضوع القدس وإلى مقر البطرياركية المارونية في بكركي التي شكلت وجهة قادة الطوائف الإسلامية والمسيحية في القمة الروحية التي تداعت إليها تلك المرجعيات وقد ناشدت الرأي العامة الأمريكية الضغط على رئيسه للتراجع عن قراره نحن نأمل أن يقف مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبنا اليوم فيما سنطالب به في هذه القمة الروحية وننتظر الموقف نفسه من المجالس الأسقفية في العالم فنحن المسيحيين مثل إخواننا المسلمين أول المعنيين بالقدس هذا القرار يعد انتهاكاً لجميع الأديان السماوية هذا القرار يعتبر انتهاكاً أيضاً لكرامة العرب والمسلمين والمسيحيين وأعرب البيان الختامي للقمة عن قلقه من أن يؤدي ما أسموه الانقلاب على قرارات الشرعية الدولية والتفرد الأمريكي إلى تفرد في قرارات أخرى تتعلق بقضية فلسطين إن تغيير هذه الصورة النبيلة للقدس وتشويها رسالتها الروحية من خلال هذا القرار والتعامل معه كأمر واقع يسيء إلى المؤمنين ويشكلوا تحدياً لمشاعرهم الدينية وحقوقهم الوطنية هذا وتوجه المؤتمرون بالتحية والإكبار إلى الشعب الفلسطيني وإلى أبناء القدس داعنا إياهم إلى مزيداً من الصمود والتصدي أرادوها صرخة من مختلف الطوائف الإسلامية والمسيحية للتركيز على محورية القضية الفلسطينية والتمسك بالقدس عاصمة لها من مقر البطرياركية المارونية في بكركي زين عبد السامد تلفزيون فلسطين إلى ذلك تتواصل الفعاليات والردود الأفعال المنددة بإعلان ترامب على الساحتين العربية والدولية في إشارة إلى أن الحراكة الدولية الرافض لهذا الإعلان غير الشرعي مستمر ويزداد يوماً بعد يوم التفاصيل مع أسيد أصباح موجة الإدانات والاحتجاجات الرافضة لقرار ترامب بل قاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال لم تهدى عالمياً وعربياً هذا وتشهد العديد من المدن العالمية والعربية تظاهرات جديدة رفضاً للقرار ففي الإكوادور نظمت المنظمات الشعبية والاجتماعية وعدد غفير من أبناء الجالية العربية والفلسطينية وقفة تضامنية نصرة للكدس انطلقت من أمام سفارة دولة فلسطين إلى مقر السفارة الإسرائيلية مطالبين بوقف الممارسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني وفي تشيلي شاركت أحزاب سياسية وبرلمانية في عدة تظاهرات بدعوة من المؤسسات والفعاليات التشيلية والفلسطينية تنديداً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كما نظم الحراك السياسي مظاهرات حاشدة في بريتوريا جنوب إفريقيا للتنديد بقرار ترامب بمشاركة الزعماء المسيحيين والمسلمين واليهود وقادة المجتمع المدني وألاف المناصرين للشعب الفلسطيني واصفين قرار ترامب أنه انتهاكاً للقانون الدولي واستنكر كل من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم والحزب الشيوعي التشيكي بأشد العبارات قرار الإدارة الأمريكية مؤكدين بأن هذه الخطوة استفزازية وفاضحة كما شارك الآلاف في أثيوبيا في مسيرات حاشدة نصرة للشعب والقضية الفلسطينية هذا وصدرت بيانات عديدة تندد بقرار ترامب وتدينه معتبرة إياه مخالفاً للقانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة من قبل وزارة العلاقات والتعاون الإسلامي واتحادي نقابات العمال ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني والهيئات الدينية وحزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية ومنظمة الصوت اليهودي من أجل فلسطين حرة وسيد صباح تلفزيون فلسطين قالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل يعملان على صياغة مبادرة ضد إعلان رئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل تلك المصادر وضحت إلى أن المبادرة ترتكز على إعلان القدس أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بعدم جواز احتجاز جثامين الشهداء لدى سلطات الاحتلال أو استخدامها لغرض التفاوض وقال محام هياتشون الأسرة والمحررين محمد محمود والذي تقدم بالتماس في وقت سابق يطالب بتسليم الجثامين قال إن المحكمة أشرت إلى عدم وجود مبررات للاحتجاز في الثلاجات أو في مقابر الأرقام وأضح محمود أن العليا الإسرائيلية قررت تأجيل تسليم الجثامين لستة أشهر لإعطاء مهلة كافية لحكومة الاحتلال لإيجاد مسوغا قانونيا أو سن قانون جديد يبطل هذا القرار ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف محام هياتشون الأسرة والمحررين محمد محمود أستاذ محمد أهلا بك معنا إلى التاسعة نتنياهو أعلن قبل قليل بأن هذا القرار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا سيتم مناقشته في الجلسة خاصة يوم الأحد المقبل ما السيناريو المتوقع في حال رفضت حكومة نتنياهو هذا القرار هل سيتم الاستمرار باحتجاز هذه الجثمين؟ وسائل الخيارات والجميع المشاهدين أولاً الكوانات يستطيع أن يجتمع الآن هناك وضع جديد بمعنى أن القرار هو سرعه حدين بمعنى جزء منه إجابي وجزء سلبي جزء ذات طابع سياسي الجزء الإجابي هو أن المحكمة قررت أنه لا يوجد سنة قانون لا يوجد قانون يمنح السلطات الإسرائيلية إحتجاز جزمين لا يوجد أي قانون هذا قرار وهذا يعد صادقة عشر رأي جيداً الشطر الآخر من القرار هو إعطاء هذه المهلة للحكومة لكي يتسمى لها سن قانون فترة ستة شهور هنا تكون الخطورة بمعنى إذا انتمكنت الحكومة من سن هذا القانون ونحن نتعامل مع حكومة الثانية أغلبية بالكنيزة في البرمانات إذا استطاعوا سن هذا القانون لن يتم تسليم الجثامين مع الأجل ونحن نعوّل على عدم سن هذا القانون إنه يجب أن يراحي القوانين الدولية وتمعاته على حكومة الاهتدام طيب سيد محمد عدد الجثامين المحتجزة حتى الآن وهنا لابد أن نفرق بين الجثامين المحتجزة وما بين تلك الجثامين التي تودعها سلطات الاحتلال فيما تسمى مقابر الأرقام لأنه هذا ملف مختلف تفضل طبعاً القرار الذي صدر هو يشمل أيضاً الجثامين الثلاثة التي دفنت الاستئناق قدم على تسع جثامين ثلاثة جثامين دفنت في مقبرة الأرقام آسف أربعة جثامين دفنت في مقبرة الأرقام هذا القرار يسري وينفت لما لم يسمى هذا القرار عليه وجثامين الأشخاص الذين موجودين الشهداء الذين يتواجدون في التلجات أيضاً يسري عليهم بمعنى أن العدد هو تسع جثامين طيب حتى الآن نحن نتعامل مع تسع جثامين أربعة منها سيد محمد فقط لتضيح أربعة منها دفنت فعلياً وحولت إلى مقابر الأرقام ليس كذلك صحيح نعم إذن شكراً جزيلاً لمحامي هيئة شؤون الأسرة والمحررين السيد محمد محمود على كل هذه الإضاحات جددت حكومة الوفاق الوطني مطالبة المجتمع الدولي بتدخل عاجل وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا بسبب ممارسات الاحتلال الإجرامية ودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اقتحام قرابة 200 مستوطن المسجد الأقصى المبارك واقتحام جامعتين بيرزيت والقدس وكذلك أطلاق النار والغاز على المواطنين إضافة إلى حملات الاعتقال والملاحقة اليومية التي تنافذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا مشددا في الوقت نفسه على أن تصعيد الإسرائيلي بات يتسع ليطال كل شيء في فلسطين قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت جامعتي بيرزيت والقدس وصدرت مقتنيات تابعة للكتل الطلابية وعثت خرابا بمعضي ممتلكات هاتين الجامعتين تفاصيل أوفة في تقرير هديل الشاملة هكذا بدى المشهد في مخازن الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال فجر اليوم حيث صادر جنود الاحتلال الأعلام ورايات الكتل الطلابية وأوراقا وكتبا خاصة لاتحاد مجلس الطلبة وكاميرات تصوير فوتوغرافية عدا عن الفساد الذي عاثته في المخازن من تخريب وخلع للأبواب وتكسيرا للجدران اقتحمت قوات الاحتلال لليل الماضي مخازن الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت الاحتلال معني بطمس دور الحركة الطلابية في بسالتنا الاحتلال أن هذه المحاولات وكل هذه الضربات التي يمارسها على الحركة الطلابية وعلى مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وفي كل جامعات الوطن لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا وتمسكا بحقوقنا الجامعة في بيان لها استنكرت هذا الاعتداء الصارخة بحقها وبحق المؤسسة التربوية فهذا الاقتحام لم يكن الأول من نوعه والذي اعتبرته الجامعة جزءا من الخطوات التصعيدية التي تقوم بها الولايات المتحدة والاحتلال تجاه قضيتنا الفلسطينية والقدس المحتلة نستنكر ونودين بأشد العبارات هذا الاقتحام للجامعة باعتبار أن الجامعة يفترض ومكان بعيد كل البعد عن الأمور العسكرية ستقوم الجامعة بملاحقة هذا الموضوع مع المؤسسات الحقوقية الدولية باعتبار أن هذه المؤسسات يجب أن تبقى بعيد كل البعد عن كل هذه الممارسات والسلوكيات وبالتزامن مع اقتحام جامعة بيرزيت داهمت قوات من جيش الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبوديس واقتحمت مقر مجلس الطلبة وعاتت به فسادا فيما اعتقلت الطالب ليث عواد من بلدة أبوديس وتبقى هذه الاعتداءات المستمرة بحق العملية التعليمية ومؤسساتها في فلسطين واحدة من الانتهاكات الصارخة والصريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية يندرج اقتحام الاحتلال المتكرر للجامعات الفلسطينية والمؤسسة التربوية بشكل عام ضمن سياسة ممنهجة تقوم عليها حكومة نيتنياهو المتطرفة بهدف ضرب العملية التعليمية وتعطيلها هذه الشواملة تلفزوا في فلسطين رام الله أما الآن مشاهدين فننتقل إلى أبرز وآخر الأخبار الاقتصادية مع الزميلة منتهى خليل مساء الخير منتهى مساء الخير ديانا وسلام مساء الخير مساء الخير أوصل مشاركون في اجتماع اللجنة الوطنية للأجور على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمته وربطه بجدول غلاء المعيشة وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وتشريع خوانين تنظم العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه مسؤولون عن وزارة العمل وممثل أرباب العمل والعمال في الضفة الغربية وبالربط مع قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس ونوه المجتمعون إلى أن عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يعني عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني سرح سفير السعودية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ قدره 30 مليون دولار و800 ألف إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية لأربعة أشهر من آب وحتى تشرين الثاني من العام الجاري وأكد السفير قطان في بيان الله اليوم أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر دوما في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعيدات السياسية والاقتصادية والإنسانية أعلن جهاز المركزي للإحصاء انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تشرين الثاني الماضي وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه بهذا الخصوص أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاض مقداره 13% خلال الشهر المرسود مقارنة مع شهر الذي سبقه بواقع 19% في قطاع غزة وبمقدار عشر في الضفة الغربية ومقدار أيضا عشر في المئة في القدس وفي أخبارنا الاقتصادية العالمية بقي البنك المركزي الأوروبي على سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها دون تغيير متعهدا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول بل وحافظ على تعهد بتقديم مزيد من التحفيز إذا اقتدت الحاجة وبعد ستة أسابيع من موافقة البنك على خفض برنامج لشراء السندات بواقع نصف اعتبار من كانون الثاني أعاد البنك تكرار تعهده بالاستمرار في شراء السندات حتى نهاية أيلول على الأقل ومواصلة عادة استثمار السيول النقدية من الديون المستحق لفترة طويلة من أجل دعم التعاش النموي والتضخم وأخيرا وفقت شركة والد ديزني على الاستحواذ على حصة من أصول قطاع الترفيه في شركة 21st Century Fox في صفقة تبلغ قيمة 52 مليار دولار وستتحمل شركة ديزني لند مسؤولية ديون شركة 21st Century Fox كانت هذه أهم الأخبار الاقتصادية وعودة إلى سلام وديانا شكرا لك وحدة الموت مشهد يتكرر عند كل مواجهة بين قوات الاحتلال المستعربون الذين ينقضون على الشبان بوحشية وخداع في مخالفة لكل العراف تفاصيل أفا في تقرير روزة بعصب وحدات فرق الموت الإسرائيلية تعرف بالمستعربين أنشئت منذ بداية الاحتلال لفلسطين في العام 1948 وهي جزء من عصابات الهجناه والبلماخ الصهيونية وكانت تشكل رأس الحربة لتلك العصابات يوم أمس تكرر المشهد حيث وقع أربعة شبان فلسطينيين فريسة للمستعربين الذين انقضوا كالذئاب المفترسة عليهم خلال مواجهات اندلعت في المدخل الشمالي لمدينة البير أبرحوهم ضربا وقيضوهم واقتاضوهم نحو الآليات العسكرية هذه الوحدات ليست بالظاهرة الحديثة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حيث كان للمنظمات اليهودية وحدات من المستعربين تنفذ اغتيالات وتجمع المعلومات لصالح تلك المنظمات وتتشكل هذه الوحدات من جنود يتمتع أفرادها بمواصفات معينة ويختارون من بشرة وملامح مشابهة للملامح العربية ويخضعون لتدريبات جسدية وعقلية ونفسية ويتم تأهيلهم للحد الذي تصبح فيه مهمة القتل تسري في عروقهم ومن الناحية القانونية وجود هذه الظاهرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية لهاي لعام 1907 واتفاقية الجينيف الثالثة فهم يصنفون بمرتبة مجرمي الحرب والقتل آخر الأخبار الرياضية تقدمها لنا الزميلة داليا عبدالغني مساء الخير ديانا مساء الخير سلام أهلا بكم مشاهدين إلى آخر أخبار الرياضة لهذا المساء حدثت تقارير الصحفية بريطانية اليوم عن وجهة اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي المقبلة مشيرة إلى أنه يفضل الانتقال لمنشستر يونيتد على الانضمام لبرشلونة الإسبانية وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن أوزيل لعب تحت إمرة البرتغالي جوزي مورينيو مدرب منشستر يونيتد الحالي عندما كان مدربا لريال مدريد قبل أن يرحل كلاهما إلى إنجلترا ولكن إلى أندية مختلفة وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني في 2014 قد يفضل الانتقال إلى منشستر يونيتد على العودة إلى إسبانيا مع برشلونة وإلى أخبار التونس يشارك لعب التونس البلغاري جورجيو ديمتريوف في بطولة برشلونة المفتوحة والمقرر أن تقام بين 21 وال29 من نيسان المقبل ويمثل ديمتريوف ثاني لاعب يؤكد مشاركته في بطولة برشلونة ذات الـ 500 نقطة بعد الإسباني نادال حامل لقبها والمتوج بها عشر مرات في مسيرته وفي الفورمولا 1 أظهر سائق بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حالة من الإجماع النادر بانضمامهم جميعا لرابطة السائقين وسط مخاوفا على التوجه المستقبلي للرياضة وقال أليكس فورت رئيس رابطة سائق سباقات الجائزة الكبرى إن الرابطة التي تتخذ من مونكو مقرا لها باتت نسبة العضوية فيها 100% وربما لأول مرة في التاريخ ولم يكن هاملتون والذي نال اللقب الرابع مع مرسيدس لهذا العام عضوا في الرابطة في المواسم السابقة بينما كان كيميري كونان بطل 2007 بين مجموعة من السائقين خارج إطار الرابطة نهاية الموجز الرياضي والآن إلى السلام وديانا شكرا لك أعلنت هيئة المعبر والحدود فتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى الثلاثة مدير عامل هيئة نظم مهنة قال إن السلطات المصرية أبلغت نيتها فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع في كل الاتجاهين لمدة أربعة أيام في موضوع آخر فدت هيئة شؤون الأسرة ونادي الأسيرة نقوات الاحتلال صعدت من اعتقالاتها للمواطنين في مختلف محافظات الوطن منذ انطلاق الفعاليات المنددة بإعلان ترامب شان القدس قبل ثمانية أيام أوضح نادي الأسيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسمائة مواطن معظمهم من الأطفال بينهم مائة معتقل من محافظة الخليل التفاصيل أصحبنا فيها الزميل عزمي بنات لم يسلم حتى ذوي الاحتياجات الخاصة من اعتقالات الاحتلال العشوائية في محافظة الخليل الشاب محمد الطويل الذي عانى من الاعتقال والتنكيل خلال المواجهة التي اندلعت وما تزال مستمرة دون مراعاة لحالته فقوات الاحتلال اعتقلت خلال أسبوع مائة مواطن من الخليل أثناء المسيرات السلمية المنددة بقرار ترامب جلهم من الأطفال كان هناك حالة غضب من أبناء شعبنا قابلها حالة جنونية وهسكرية من جيش الاحتلال نتيجة الهجمة نتيجة حالة التضامن الكبير في محافظات الوطن الاعتقالات كانت جنونية وعشوائية وبشكل غير عادي وعمليات تنكيل طالت حتى اليوم في كل محافظات الوطن أكثر من 500 حالة اعتقال معظمهم من الأطفال لأعمارهم أقل من 18 عام أما الطفل فوز الجنيدي 16 عاما والذي اعتقل الخميس الماضي وانتشرت صور اعتقاله محاطا بأكثر من 25 جنديا من جيش الاحتلال ولاقت انتشارا واسعا ومكثفا على مواقع التواصل الاجتماعية وهو اندلا يدل على همجية الاحتلال يعني طفل زي هذا طفل عمر 16 سنة بين هالجنود شو سوى الطفل هذا يكون بين هالكتيبة كلهم نزلوا عليه يعني شو الداعي انه ينزل هالكتيبة كل هالجيش كل عشان طفل الظغير عمر 16 سنة اكثر من 500 معتقل في سجون الاحتلال طالت النساء في المحافظات الشمالية خلال المسيرات والاحتجاجات ضد قرار ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ضمن سياسة ممنهجة يستخدمها الاحتلال لقمع المسيرات والمظاهرات المطالبة للرئيس ترامب بالتراجع عن قراره اعتقالات عشوائية وتنكيل مستمر طال محافظات الوطن كافة لترعيب المواطنين والحد من المسيرات السلمية ضد قرار ترامب ولكن هذه الاجراءات لن تزيدهم الا اسرارا وثباتا على موقفهم ومطلبهم الشرعية من امام شارع الشهداء في الخليل عزمي بنات تلفزيون فلسطين أما الآن مع حالة التقس والزميلة روز أبو عصب مساء الخير روز مساء النور أهلا وسهلا طبط أوقاتكم بكل محبة أعزاء المشاهدين وأهلا بكم تزداد الأجواء رطوبة مع ساعات الليلة حيث تسود أجواء شديدة البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويرافق طقس الليلة نشاط جيد لتكاثف الغيوب الممطرة كما وستكون الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد بينما يتشكل الضباب في بعض المناطق وبالنسبة للأيام القادمة تحديدا حتى يوم غد الجمعة تشير التوقعات الجوية إلى بقاء البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة ومن المتوقع أيضا أن تشهد البلاد تساقطا للأمطار في ساعات الصباح الباكر ولن ننتقل وياكم مشاهدين الكرام لدرجات الحرارة العظمى المتوقع أن تسجل ليوم غد الجمعة ونبدأ من العاصمة القدس خمستاش رامالة أربعطاش نابلس ستاش جنين وطوباص تسعتاش تول كرم وقلقيلة واحد وعشرين سلفيت خمستاش أريحة اثنين وعشرين بيت لحم خمستاش الخليل أربعطاش وننتقل وياكم إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة عشرين دير البلح واحد وعشرين خانيونس عشرين وأخيرا رفح واحد وعشرين ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لك روز شكرا لكم وقبيل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء في النشرة من عنوين أبو ردين يؤكد التزام السيد الرئيس بالسلام العادل وأن الاحتلال والاستيطان يعرقلان عملية السلام أكدت أنه يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة فصائل العمل الوطني تشهيد بخطاب السيد الرئيس أمام القمة الإسلامية تواصل الفعاليات المنددة بإعلان ترامب على الساحة الدولية وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في محافظات عدة والعليا الإسرائيلية تقرر عدم جواز احتجاز جثام الشهداء سيدتي وسيدتي كان هذا كل ما لدينا في نشرة التاسعة دوما القدس لنا القدس حتما لنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة